اختتمت في إقليم طنطان جنوب المغرب منورات الأسد الأفريقي التي انطلقت في العشرين من مايو بين القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الأمريكي بمشاركة حلف شمال الأطلسي النيتو تقرير أناس عياش السقر المقاتل طائرة الـ F-16 تناور بقدرة عالية في ميدان كابدرعا في التمرين النهائي للنسخة العشرين من مناورات الأسد الأفريقي الأكبر في القارة الأفريقية سبعة آلاف عسكري من عشرين بلدا شاركوا في هذه النسخة إلى جانب القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها الأمريكية لقد تطور هذا التمرين على مر السنين منذ عام 2004 ليس فقط من حيث عدد أفراد الخدمة متعدد الجنسيات الذين نتدرب معهم ولكن أيضا من حيث نطاق التدريب الذي تم توسيعه ليتجاوز التعاون الأمني إلى تحقيق الاستقرار بعد العملية الجوية تنطلق قذائف المدفعية برا ضد العدو الافتراضي لتقصف أهدافا متوسطة المدى قبل أن تتقدم وحدات المشات مرفقة بمدرعات أيبرامز دبابات القتال الأمريكية الرئيسية نجاح التمرين من حيث بلوغ الأهداف المسطرة إليه عند انطلاقه سنة 2004 واعتماده بشكل مستمر كأرضية للتعاون العسكري الميداني في مجال التدريب على مدار عقدين تقام مناورات الأسد الافريقي في المغرب لترسخ استراتيجية أمريكية للتعاون العسكري مع المملكة في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة يستعد المغرب خلال هذا العام لاستقبال دفعة أولى من مروحيات الأباتش القتالية الأقوى من نوعها في العالم ضمن صفقة مع الولايات المتحدة لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية العسكرية بين واشنطن والرباط أنس عياش الشرق طنطان جنوبي المغرب ترجمة نانسي قنقر